بسم الله الرحمن الرحيم وما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبرونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شغور وإذ قال موسى لقومي وذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومي وإذ قال موسى لقومي بموسى لقومي وإذ قالوا ايديهم في أفوالهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شق فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يغن على من يشاء من عبادك وما كان لنا أن نأتيهم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد أدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنغرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنولكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعضهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميك ومن ورائه عذاب غليق مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسهوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ وذابكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك عن الله بعزيزك وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعق الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس العلم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار أثبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب جهنم يصرونها وبيس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلاديا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلا الله الذي خلق السماوات والأرض وينزل من السماء ماء فأخرج به من الثمارات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن الإنسان لغلوم كفا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيا نعبد الأصناء رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويه إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نغفر وما نعلم وما يغفر على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا اغفرني ولوالدي وللؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مغطعين مغطنعين رؤوسهم لا يقتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أخسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجربين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وترشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنها هو إله واحدا وليذكر أولو الألباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر